علينا أن ندرك جميعا عدة أمور أولها أن الراحة أمامنا وليست في هذه الدار الفانية وإذا ما أصيب عبد منا بالكسل أو الخمول أو العجز فلينظر إلى أهل الدنيا كم يشقون كم يتعبون كم ينصبون لأجل الدنيا فانية فحري بأهل الآخرة أن لا ينظروا إلى نصبهم وتعبهم بل يمثلوا قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عبادة وشغل فانصب في عبادة ربك وطاعة مولاك